مرحبا بتمنى تكونوا بخير وأمان وسلام وينما كنتوا عم تسمعوا طائد حب بداية عن بدي أتمنى فصح مجيد لجميع اللي عيدوا عيد الفصح أولي رح يكونوا عم بعيدوا هيدا الأسبوع وإن شاء الله يكون هيدا العيد فرصة للتجدد ولدخول مزيد من النور والحب على قلوب الجميع أكتر جملة منسمعه أمام أي ألم نحن عم نمر فيه أو مرينا فيه الوقت هو اللي بيشفي أو الوقت هو الشافي أو تايم والهيلت هل صحيح الوقت هو اللي بيشفي؟ هل فعلا نحن منشفى بالكامل من جروحاتنا ومنقدر نكون عم نتحرر منه؟ بالفترة الماضية صار عندي حرق بجسمي طريقة اللي صار فيها الحرق يمكن شوي غريبة أو بتضحك كنت عم بسجل حلقة من بودكاست طائد حب وعادة بس كنت عم بسجل بكون منغمسة على الآخر ومنتاخده وأوقت بكون مغمضة عيوني وعم بحكي ما بحس بالأشي اللي عم بتصير من حوالي إلا إذا صار فيه صوت بالخارج بوقف لارجع تابع أو بكون بدي أسعول أو بحس في فكرة بدي أرجع عيدة فخلطت التسجيل وظهرت من الغرف اللي بسجل فيها أنا عم بدي لتيابة بتقلي ياسمينا فيه سيركل أحمر أو نقطة أو دائرة حمرة على منطقة معينة من إجري فبتطلع بلاقي مظبوط فيه نقطة حمرة وبحط إيدي عليها بلاقيها كتير صخنة حتى تلها الوذارة حتى تلها الافندر بطر وهيك اهتمت فيها كنت عم بحاول بتذكر كيف صار هيدا شي تذكرت إنه أنا بس قمت كانت شارجر أو الشاحن الخاص باللابتوب قريب كتير من جسمي وحسيت إنه فيه شي صخن بس ما أخدته أعطيت فقلت شكله الشاحن كان قريب كتير من إجري هو وهيد السخونة جاية منه فيمكن منا حرق أساسا وسألت زوجة هل الشاحن عنده لإدراء أن يكون عن جد عم بيحرق الجلدة فحتى هو باستغرب قال لي كيف وصل لحدك وهو بس يحضر لي سات أبل التسجيل بيكون مباعد كل شي لما يكون أي شي عم يزعجني أو يضيقني فقلت له وباعد اقتسمت وأخدته بطريقة كتير هيكة بالضحك إنه ما انتبهت كنت كتير من غمسة وما حسيت فعليا وما أعطيت الموضوع صراحة كتير أهمية تاني يوم انتبهت إنه الجلد ما كان هيدا النقطة الحمرة أو الدائرة الحمرة بلش ينتفخ أو يعمل مثل بالون صغير أو مثل ما منقول بيبقى بالجلد بس يكون فيه حرق فاتأكدت إنه يبدو فيه حرق عن جد ساير فكمان أصرت عم بحطة القصص هيك الطبيعية اللي بتداول حرق وغطيتها بمحلي معين قلت لما تكون عم تلقط قصص أو يصير في أي التهاب وصرت كل يوم عم بهتم فيها على رواق وبعد كم يوم حسيت إنه الانتفاخ بلشي نشيف وقلت خلص إنه عم بيصح هيدا الشي بهيدا الفترة بلشت الانتكاس اللي أنا كتعم بحس فيها ومش انتكاسة هالخضة الروحية اللي أنا كتعم بمرؤ فيها وبتذكر إنه في يوم حسيت هيك بوجع أو بألم حطيت إيدي محل عم بحس بالألم ورجعت اتطلعت على المرأة لقيت إنه ما كان هيدا الحرق كأنه تحول لجرح وعم بينز عمل أو هيك كأنه فيه التهاب معين أو شي معين كيف بس يكون فيه هيك قايح عم بينزل من أي جرح نحنا عني ايه أو جرح فتح فكتير استغربت وقالت فيه شي ممكن أنا أي مثلت أو منتبهت لشي كان عم بعد منوش صاحح على آخر هيدا الحرق فكمان رجعت نضفته وطهرته بزيوت عطرية طبيعية خاصة بس يكون فيه أي نوع من انفاكشن أو حرق أو جرح وصرت كل ساعتين ثلاثة عم بغير على الجرح وعم دبي وبنفس الوقت صرت عم بحس أنا وعم باهتم بهيدا الجرح كأنه حرق تحول لجرح عم بحط هيك إيدي أوقات فوق الضمضات اللي حطتون وعم بحط حب وعم بتخيل إنه هيك في طاقة حب عم بتفوت لجوه بلا ما كتير كون عم بحاول شدع حالي لأفهم شو اللي صار في شي صار بجسمي وأنا مطلوب أني كون عم باهتم فيه وكنت بهالفترة عم بقطع بكل الألم النفسي اللي تنوم تعب جسدي رشح نزيف وفوقهم كلهم هيدا الحرق اللي بدي أهتم فيه شوي شوي صار عم بينشي في محل الجرح وعم بيلتقم مرة عن مرة يوم عن يوم لا تقريبا أخدشي خمس أسابيع الفترة اللي أنا فعليا أخدتها لكون عم بطلع من كل اللي كنت عم مر فيه وانتبهت بيوم معين إنه هيدا الجرح صح بس أنا بلشت أرجع صير بخير وهون صرت عم بسأل حالي كيف صار هيك وليش أنا ما حسيت فعليا بس صار هيدا الحرق وليش تفاعل بهيدا الطريقة وليش صح ورجع صار في هالجرح اللي عم بيطلع عمل بلشت أفهم شوي شوي إنه أكيد هيدا الشي ما صار عن عبث لأنه ما فيه شي بيصير بحياتنا عن عبث صار اللي ينبهني إنه أفهم شي أنا عم بيصير جواتي ماني مرتاحة فيه المشاعر اللي كانت عم بتخف وتقوى قبل هالرحلة الصحب الروحية الأخيرة اللي مرأت فيها من فترة كمان أنا مثل ما قلت بحلقة صابة إنه أنا كان عم بيبلش يصير معي إشياء من شهر ديسمبر في محلات كده عم بحس حالي إن صرت منيحة وعم برجع تابع حياتي يرجع يصير معي شي ارجع أطعب ارجع كفة هيدا الحرق أو الجرح كمانا كان نفس الشي بالوقت اللي أنا ما حسيت فيه كيف صار ما كتير عطيته أهمية وفجأة حسيت إنه خلص خلص مش الحال وصح بعدين رجع راح على شي أعمق بعدين بلشت حس بالقلم فعليا فيه من بعد شي أسبوعين مثل كأنه نفس الشي مثل جراحاتنا أو مثل أوجاعنا اللي بتصير معنا منحطه على جنب أو ما مننتبه له أو ما منعرف كيف ندوية لأنه ما معنا وقت أو لأنه منخاف نواجه أو منخاف نتطلع على الألم اللي نحن عم نمر فيه ونقعد مع حالنا منبنش حالنا لأنه ما علمونا مثل ما عطول بقول وقالوا لنا أنه كنوا إيجابيين وعدوا نعمكون ما تعدوا ما شكل كون والحكي عن الألم هو طاقة سلبية ولازم نكون نحن كتير هيك مثل كأنه عنا حديد من جوة مرأة حديدية امرأة حديدية أو رجل حديد ما عطول منغطي أوجاعنا وقلمنا كأنه الألم هو شي دليل ضعف كتير كبير وأوقات بكل بساطة طمع نكون نحن جاهزين لنقعد مع الألم شو ما كان ألم جسدي ألم نفسي ألم عاطفة جرحة كبيرة صار جواتنا منصير عم نهرب بكل الطرق المتاحة بحياتنا اليومية لأنه خايفين نتحرر نرجع نتقلم لأنه خايفين يرجع حدا يجرحنا ويسبب لنا وجع فخلينا نحن بهالمكان الآمن والملجأ اللي نحن فيه لأنه خايفين من الفراغ بعد التحرر لأنه ما منعرف نحن معوادين على الألم معوادين شو بيخلق فينا الألم ولو عم نغطي أو عم نطمره جواتنا بس خلاص منعرف أنه فيه هيدا الشي إذا تحررنا منه ما منعرف وإن نحن منروح ومنعرف شو هي المرحلة الثانية كانه فيه خطة دفاعية نحن عاملينا لحالنا دماغنا واللواعي عنا بيصيروا عم بيستخدموها اللي يكونوا عم بيحمونا من خلال هيدا الألم أوقات منفكر خلص الألم خلاص انتهى كل شي انتهى كل شي فيكون ألم جسدي فيكون عملية جراحية فيكون جراح كتير قوي ومنفكر أنه خلاص قطع وقت والوقت شف كل شي ونحن بخير ورقود all is fine وما بناشي وفجأة بيصير شي فردي على المستوى الفردي بحياتنا أو على المستوى الجماعي وكل الألم اللي جواتنا بيهز هالحدث اللي عم بيصير بحياتنا هالألم من عمق أعماقنا وبيطلعوا ليحطنا قدام الأمر الواقع وكأنه الألم فجأة عم بيقلنا وقفوا عندكم ليه عم ترفضوني ليه عم تتجنبوني ليه عم تدفنوني جواتكم وجسمنا هون بيصير هو اللي عم بيحكي معنا من خلال أوجاع جسدية لننظر للألم النفسية والجراح العاطفية اللي نحن مرين فيها أوقات بيصير فيه منضطر نخطع العملية الجراحية وفترة التشافة من العملية الجراحية بتطلع مع الجروحات قديمة مثل كأنه جسمنا كان بحاجة يقعد نرتاح ما نهتم بأي شي تاني غير حالنا وبنصير عم ننتبه لشو في قصص جواتنا وكأنه هالعملية الجراحية هي كانت المحفز لنحن نبلش نطلع على ألمنا وجروحاتنا أوقات كسر أوقات حادث سيارة أو بمكان عملنا أي شي ممكن يصير جسمنا بيتفشنا على طول عنده هالحكمة يتفشنا نطلع على الأشياء وبيحطنا أمام مواقع ما فيه مهرب منه ونحن علينا أنه بهالمرحلة نبلش نقبل أنه فيه ألم بدنا نشعر فيه وما نكون عم نقاومه بدنا نسمح له يكون عم يتواجد بكل مراحله وبكل هيد المراحل بيكون فيه تشافة فعليا عم بيصير لأنه إذا نحن رجعنا وقفنا بالنص وقلنا أنه خلص بنص مرحلة الألم نحن قوية وصرنا مناح وخلص ما بده هالأد وفهمنا اللي صار وبدنا نكفي حياتنا لأنه ما فينا نظلنا مرضى أو ما فينا نظلنا تعبانين أو ما فينا نظلنا قاعدين مع الألم بدنا نكفي حياتنا في حدا ما يجي بقلنا خلاص ولو هاي بتكون تضلكون بيبوزيتف وكونوا متفقلين وشيلوا هالشي حطوا وراكم وتعوا نظهر ونغير جو أوقات هالقصص بتساعد لشخص نظهر نغير جو نهتم بحالنا أو يغيروا لنا جو أو مزاج هيدا بتساعد بس مش يعني نحنا لازم كنا بالنص ونحط هيدا الألم على جنب نرجع ننسي لأنه رح يرجع وأوقات منلاقي أنه نحنا معنجاة نخلص خلص هيدا الألم من بعد كل شي حاولوا يساعدونا فيه أو نحنا نساعد حالنا أو قررنا بنهار خلاص نوعا نلبس جيبنا نحط كل شي عجنب ونحنا مناح وكل شي بخير بس نحنا فعليا مش بخير مثل كأنه حطينا قناع معين أو حطينا هيدا الماسك لنقول أنه نحنا بخير والحياة بدها تكفي ولكن المقدر يطلع مننا ونتشافة منه بده يرجع يطلع على الواجهة وهيك بيرجع الجرح بينز وبيطلع منه عمل بيطلع ألم بيطلع غضب بيطلع ندم بيطلع جلد للذيت ليش هيك صار وين أخطأنا ليه تركنا حالنا لو انتبهنا لو ما أجلنا أوقات بيصير فيه شعور بالعار من مرض المجتمع بيحكم عليه شعور بالخجل نحنا ما بيصير معنا هيك أمراض منبكي كتير منحس أنه نحنا خذلنا نفسنا ونحنا ضعاف ما بنطلب مساعدة منخاف نعيون الناس من الأحكام اللي بيطلقوها علينا منخاف نخسر عملنا منخاف صورتنا تكون عم تتأثر في كتير ناس حتى يعني إذا كانت تعبانة جسديا بتخبي هيدا شي وبتخفيه وبتتابع على حساب وجعه وبتكون عم تتقلم من جوه في ناس بيكون عندها عن جد فعليا جرحا بنزل بس لا في إيدة ومخباية هيدا الجرح لأنه ما بدأت تحط على حالها أنه هي تعبانة ومريضة بدأت ترجع على الشغل صورتها هي كأنه علم حك منحس أنه ما في قدرة بقعد تحكم كأنه نحن فقدنا الكنترول على الأشياء وأوقات منصير عم نحط ألمنا على جنب ونقول غيرنا عنده ألم أكتر مننا منصير عم نقول ألمنا ووجعنا ما هو شيء قدام ألم الغير بس بالوجع وبالجراح وبالألم إن كان جسدية أو نفسية أو عاطفية ما في مجال للمقارنة لأنه كل حدا بيحس بالوجع بطريقته وحقه أو حقه يكونوا عم بيحسوا بالوجع على طريقته هول كلهم القصص والمشاعر لابد أن يطلعوا ولابد أن نقطع نحن بهالمرحلة أنه نلوم حالنا نخجل من حالنا نندام نصير عم نحكي مع حالنا بطريقة كتير آسية هيدا جزء بمرحلة معينة كلنا منكون عم نمر في بس الرقفة بالذات ونفتكر بحالنا أكتر ونهتم بجرحنا ونعطي وقت أنه نكون نحن عم نحطضنه لهيدا الجرح أو لهالحرق أو لهالقلم اللي عم بيطلع على الواجهة أو يمكن مش قلم قديم طلع على الواجهة شيء نحن هلأ عم نمر فيه حاليا بحياتنا نكون شوي شوي عم نختار نطفه برقفة نتقبل نتصالح ناخد الوقت اللي نحن بحاجة لقلو لنقعد مع هالشي اللي نحن بحاجة نتواجه معه أو نتصالح معه نسلم أوقات التسليم بيساعد لأنه مش عارفين من وين نبلش من وين نبدأ كيف نكفم نحس أنه نحن بس من نسلم الأمور ربانية ورح يكون فيه مساعدة رح يكون فيه عناية إلهية رح تكون عم بتساعدنا نفهم حالنا أكتر يكون عنا ثقة أكتر بقدرتنا على التشافى بقدرة الخالق يساعدنا يكون عم نتشافى بيحط بدربنا وبحياتنا ناس تخلينا نفهم اللي عم بيصير معنا أكتر وأكتر يمكن مثل ما عطول بقول كلمة نسمعها كتاب نقرأ مشهد نشوفه حدا نيذكر شيء قدامنا يكون هو عن جد النقطة اللي نحن بدنا نتساعد أو نبدأ من خلالها لنفهم حالنا أكتر وأكتر فهالمراحل من التقبل والتصالح وأخذ الوقت والتسليم وثقة بالتشافى بيعطونا شوية أمل وتمأنينة إنه شوي شوي الأمور رح تكون عم نتحلل مننا وعم بتكون عم تتشافى شوي شوي الاهتمام بحالنا نحن عم نتقلم طلب المساعدة مش عيب ولا بيقلل من قيمتنا أوقات ناخد إجازة كم يوم من شي نحن بنعمله لنكون عم نرتاح نعتذر عن مناسبة معينة عن لقاء أي شي بريحنا نحن من الداخل بيخلينا نكون حقيقين نحن مع حالنا أوقات بكل بساطة نوقف نزور ناس بلومونا بينتقدونا كل الوقت بناكل عندهم أكل ما بيناسبنا بس كرميل ما نكون عم نزعلون نتقلم بجهازنا الهضم نتقلم نفسيا بس لأنه نحن ما بدنا نزعلون ولأنه هيدا العلاقات لازم تظل قائمة بحياتنا فين يكونوا هؤلاء أشخاص بيسخروا من أي شي نحن منقولوا ما بيحترموا رأينا بيحاولوا أي موضوع نحن عم نحكي فيه عن حالهم هن يعني بيصير هن كأنه الاهتمام لقلهم هن بالدنيا بيصيروا عم بيقللوا من أهمية الألم اللي نحن عم نمر فيه أو أي شي نحن عم نشاركون فيه وبيصيروا عم بيقولنا شو وجعكم قدام وجعي أنا وقتا كان يصير معي هاك كان واحد ثلاثة عشرة فلان لكن شو عم بيصير معه شو أنتو قدام هيدا الشي اللي عم بيصير كل وقت بيصيروا عم بيقللوا من اللي نحن عم نمر فيه أو عم نشاركون فيه إن كان شي مؤلم أو كان حتى شي حلو بيصيروا عم بيفرجونا إيماء فلان صار معه أحسن من هاك مثل كأنه ما بدوا نيعطوا إيماء أو أهمية لشي اللي نحن عم نمر فيه وهيدا الشي كتير بيجرح وبتعب ويكون مؤلم فكمان اهتمامنا بهيدا الشي أنه نحن نحط حدود ونوقف نروح عند هول أشخاص ونرسملهم حدود ونواجهون كمان هو جزء من الاهتمام بذاتنا الانسحاب والاعتذار عن زيارة أو استقبال هول أشخاص أو اللقاء فيهم هي فرصة للتشافة وللعناية بالذات لأنه فيه طاقة عم تستنفت مننا ولأنه عم نحس كأنه عم نبتلع كل هالطاقات اللي نحن عم نخدم منهم وعم بتضل جواتنا وعم بتزيد ألم على الألم كل هالمرحلة اللي أنا مرات فيها وكان عم بيصير معي هالأوجاع الجسدية والقصص الروحية اللي كنت عم مر فيها وزيادة علي الحرق بمحلات خلتني أنظر بحب أكتر لنفسي ولجسمي ولعظمة بشرته وبشرتنا كلنا والجلد اللي نحن عنا إياه كيف بكل المراحل اللي بيمر فيها الحرق بيتحول من الأسوأ للأحسن وعنده القدرة يرجع يكون عم بيجدد حاله يعني ما كأنه هالبشرة القديمة اللي احترأيت عم بتروح عم بتزول عم بينبت مكانها جلد جديد قادر يكون عم بيرجع يساعدنا يلتئم الجرح أو مكان الحرق اللي صاير بجسمنا قداء جسمنا عظيم قداء قدرتنا على التشافة كبيرة لو الجرح أو الحرق بيترك ندبة أو سكار بمحل معين بجسمنا فيها تكون كبيرة فيها تكون صغيرة كنت كل يوم على هيدا المكان اللي ترك مثل ندبة أو علامة أو هلأ سورك الأحمر الصغير هيدا النقطة من جسمي كل يوم بنظر لها بحب وكل يوم بحطر لها كريم ومرطبات وبخبرها قداء أنا ممتنة في ناتب تختار تشفي الندبات أو السكارز بوشم أو بتاتو هيدا أكيد خيار حر لكل حدن ما في حكم على أي حدن أنا بنظر للندبة أو للسكار محل أي جرح أو حرق عندي أو عند غيري هي مثل فرصة أو نعمة لنتذكر قدي جسمنا عنده قوة على التشاف وقدي عنده قطرة كبيرة ولنفهم كمان من هالشي اللي نحنا مرينا فيه أو اللي تسبب بهيدا شي شو كنا بدنا نعرف نحنا أكتر عن حالنا أوقات يمكن تكون شي كل يوم بيذكرنا بألمنا لحد ما نتصالح مع هيدا الألم واللي تسبب بهيدا الألم أو الظرف أو الشخص أو شو ما كانت وكمان بس يختم الجرح أو الحرق أو أي شي نحنا بجسمنا تعرضنا له هيدا الشي بيعطينا أمل اللي يذكرنا على طول إنه بالنهاية كل ألم بده يرجع ينتهي وكل جراحنا إذا نحنا حطينا وقت نهتم فيه ونحب حالنا بالرغم من كل شي نحنا عم نمر فيه وإذا كنا عم نحب حالنا ونقبل ألمنا ونحتضنا حتى بس نجرح أصبعنا حتى إذا كان فيه ألم أو نزيف معين عم بيصير حتى إذا بتحسوا أوقات إذا جرحتوا إيدكن أوقات من قص إيدنا بالورقة نحنا مش منتبهين بسرعة أوقات نحنا عم نقطع خضرة عم نشتغل بالمطبخ حادث معين بيصير بالبيت بمكان العمل عالطريق بالسيارة وينما كان منلاقي كمان وقتا عم بيبلي شي صح الجرح إذا بيجي أوقات حامض على الجرح إذا أوقات بيجي أسيتون إذا بيجي أي شي مادة تحرق منحس قد نرجع منحس بقوة الوجع ومنحس مثل كأنه شي هيك يغز فينا بالداخل نفس الشي جروحاتنا بيجي شي كأنه بيأجج مكان هيدا الجرح الحامض هي عبارة سيمبوليك كأنه رمز لشي بيرجع بيغرز لنا هيدا الوجع أو بعززه أكتر وأكتر أو بيأججوا أكتر وأكتر هيك حياتنا هاو القصص اللي بتصير صغيرة بحياتنا وبجسمنا مثل كأنه صورة مصغرة عن قصص كبيرة صايرة جواتنا وبتذكرنا كيف نحنا نقبلها ونهتم فيها أوقات في لكمة أو في ضربة أو في وقع وأعناها وصار في ورم أو إزرقاك أو بتصير كمان منشوف كيف بيورم كيف بتخف تدريجيا كيف منحط تلج أوقات بيصير حتى اللون الأزرق بيتحول لأخضر لأصفر لحد ما كمان يشفى مكان هالضربة اللي تعرضنا لها حتى العملية الجراحية إذا كانت كبيرة في شئ كبير بالجسم من بعد ما نشوف القطب كيف عم بتزول شوية شوية أو عم بيفكوها شوية شوية بتترك كمان هيك محلة فترة طويلة أوقات بيزرق الجلد لأنه بيكونوا مكان الجرح كتير كبير أو مكان العملية الجراحية في ناس بتتكسر كلها سوى بسبب حادث سير أو حادث معين اللي بيقطعوا فيه بحياتهم بيبقوا أشهر بالمشفى في ناس بيصير عندها كانسر في ناس بيصير عندها أمراض بالمناعة بجهاز المناعة بتكون مؤلمة جدا في ناس بيكون عندها أمراض جلدية على طول فيه أثار على جسمها في ناس بتصير عم تقطع بجراحة ورد تانية كل هولي القصص بيخلقوا قلم جواتنا وبيصيروا بالقلم اللي نحنا عم نحس فيه على المستوى الجسدي عم بيطلعوا قصصتين من تحتهم قصصتين نحنا طامرينا جواتنا معطيناها الوقت الكافي أو اعتبرنا أنه الوقت هو اللي بيش فيها وهو فعليا مش الوقت اللي بيش فيها هو الوقت اللي منحطه لنحنا نهتم بحالنا وبجرحنا وبألمنا الوقت اللي منخصصه للجلوس مع الجرح لاستيعابه لتقبله وعدم دفنه مكومته للاعتراف بوجوده مع اليقين أنه وجود ألم أو جرح دخلنا مش دليل ضعف أو عار نعطي وقت لمواجهته للتصالح معه بكل ما بيتضمن هالشي من طلعاته ونزلات من ملامة وصولاً للمسامحة نعطي وقت للتنظيف بحبه برأثه وقت للسماح بالتشافي أنه التشافي بحد ذاته يكون عم بياخد وقته ليتحرر شو فيه جواتنا من مسببات قدت لهيدا الجرح أو نتجت عن هيدا الجرح وبعدها بيكون عم بيلتقم الوقت فعلياً ما بيشفى إذا بدنا نتكل على الوقت الوقت أوقات بيطمر الألم إذا نحنا عم نتجنبه خيارنا بكبول تخصيص وقت هو اللي بيساعد جرحاتنا أنها تكون عم تشفى أنا عطنا بالحب هو اللي بيشفى الحب هو الجواب لكل القصص اللي نحنا منكون عم نمر فيها الحب هو الحقيقة الأعلى والأسمة والأغنى أنا عطنا بخيار التشافة قوة التشافة بالحب هي الطريق نحو التقام جراحنا والتحرر منا وشفاء والتحرر منا يمكن نحنا ما ننسى مكان هالجرح أو العلام اللي تركها على جسمنا إن كان شي خارجي أو شو نحنا مرينا رح يضلون بمحل عم نتذكرهم أو بيرجعوا هيك منفكر فيهم من فترة للتانية إذا طلعنا عليهم إن كانوا خارجيين أو داخليين بس أوقات مش مطلوب إنه نحنا ننسى مطلوب إنه نتحرر من اللي سبب هالجرح وعدم التمسك فيه والبقاء داخل دائرة الألم لأنه رح تكون عم بتشدنا نزول أكتر وأكتر تدارك والوعي هن أول خطوة بمرحلة التشاف وبعدها كل المراحل اللي ذكرتها بتشافينا ما فيه شي اسمه علاج سريع أو تشافي سريع ما فيه شي اسمه كويك فيكس خلص ناخد هالحبة من حط بند أيد وبيخلص كل شي ما فيه إنه منشتري حجرة كريمة أو كريست المعين أو من منضو هيد الشمعة وخلص بيمشي الحال وبيصيروا أوقات كمان الهايكي الفولس هيلرز أو الكوتشز أو المدربين أو المعالجين بصيروا أوقات يحطوا بروس العالم أو أفكار إنه بتعملوا هاي وبتشيلوا هاي خلاص بيمشي الحال وبيصح الجرح الإشي ما بتصير بهايد الطريقة فيه وقت بدنا نعطيه فيه صبر فيه تسليم أوقات فهم جرحاتنا بحد زيتا بدوا يكون عم بياخد وقت أوقات الإصرار على الحصول على الأجوي بيهلأ بهاللحظة تعلق إنه نحنا بدنا جواب هلأ ليش صار معنا هيك اللي عملوا فيي هيك شو عبرتي شو درسي شو المراية هي اللي أنا بدي أفهمها من هالشي اللي صار معي أوقات ما فيه أجوبة على القليلة ما فيه أجوبة سريعة واللي علمتني رحلتي مع التشافي إنه نحنا بس نتحرر من التعلق بضرورة الحصول على الأجوبة السريعة الأجوبة بتجي لحالها ومنصير عم نربط الإشياء ببعضها حكمة الأمور تاخد وقت حسب جهوزيتنا كمان من هيك منلاحظ فيه أجوبة بتختلف بين عمر وعمر بحياتنا بين مرحلة ومرحلة بحياتنا أوقات بيجينا جواب هلأد نحنا جاهزين نفهم منه بعد فترة بيجينا الجواب الأكبر لأن منكون نضجنا أكتر روحية منكون جاهزين أكتر قادرين نفوت على أعماء الأشياء منفهم بعض الصورة الأكبر والأكبر حسب نحنا شو هلأ جاهزين نقبل ونفهم ونحتضن وأوقات حتى الجواب نفسه ما بيعجبنا وبيزعجنا وبيستفز شي معين فينا وما منفهمه ومنحس أنه بلالنا هايدي الشغلة كلها سوا لشو فتحنا على حالنا هيدا الباب ولشو سألنا وأوقات بيكون في مقاومة باللوعي لأنه الألم بمحل معين عم بيخدمنا ولو بيصعب علينا أن نكون عم نصدق هيدا الشي من هيك منسأل على طول بس نعمل هيلينج أو حدا يطلب مننا هيلينج هل أنتو بدكن تتحرروا من هيدا الألم أو هيدا الوجع أغلبية الناس بتقول نعم وأنا كنت من الأشخاص اللي قلت أنه أكيد في حدا بده يضل هيدا الوجع جواته بس اللي منقوله على مستوى الوعي غير اللي منقوله اللي موجود على مستوى اللوعي نحنا بدنا بس منا نشوف اللوعي شو مخزن فيه وكيف عم بيطلع هيدا الألم وكيف مستفيد من هيدا الألم مش معنات أنه نحنا أشخاص غلط أو خطأ هاكي جسمنا بيشتغل وهاكي عقلنا بيشتغل منا نكون عم نمرن حالنا شوي شوي نقبل ونشتغل على تغيير شو مسدق اللي وعي عنا ومن هاكي ما منفرض العلاج على حدن ولا التشافي على حدن وما منتدخل إلا إذا تم طلب المساعدة أوقات بدنا شفاء سريع فيه ناس بتقول لي خلص بدي أخلص شوفي كم جلسة بديك تعمليلي وشليلي كل هيدا الشي مني والبديك يه وخد قد ما بديك مصاري القصص ما بتصير بهذه الطريقة فيه مسئولية بدو يتحملها الشخص اللي عم بيختار يفوت على حاله أكتر وعم بيختار يتشافه حتى وقت نقول للناس نتمنى لكم شفاء عاجل بس يفوتوا يعملوا عملية جراحية أو يطلعوا من حادث معين أو من انفجار أو من هزة أي شي عم بيصير على الطول منقول أنه بالعرب وبالانجليز وبكل اللغات أنه نتمنى لكم الشفاء العاجل أو هذا كويك ريكاوري أو هذا فاست ريكاوري أسبيدي ريكاوري كلهم هولي مل كأنه يعني حتى بالتشاف بتكون تدعسوا ويلا ركض لازم تكونوا عم بتصحوا لأنه يمكن مش عن نية سيئة بس لأنه هيك الكلمات منتنقلها بالوقات ما نفكر فيها هيك تربينا عليها وكمان في جزء مننا أنه لازم نكون بخير على طول أو ما منحب نشوف الناس موجوعين ومتقلمين ما نصير عم نتمنى لهم شفاء سريع بس كل شفاء إن كان جسده أو روحه أو نفسه أو عاطفه لازم يكون عم بياخد كل وقته وكل مراحله مثل الحرق اللي كنت عم بخبركن عنه يمكن هو صغير قدام ناس تعرضت لحرقات كتير كبيرة بكل جسمة يمكن صغير قدام ناس عندها جروحات كتير كبيرة بس الفكرة منه هو العبرة كيف وقته أنا فكرت إنه صح كنت عم باهتم فيه واعتبرت إنه خلص خلص وصح كان بعد فيه شيء أعمق وأعمق بدي اطلع عليه وبدي أفهم وبدي اهتم فيه أكتر وأكتر وأعطيه عناية أكتر وأكتر أوقات هيك بس نختار ندخل على الجرح بيطلع منه كمية إشياء لبرة مخاوف غضب عواطف كتير كانت مكبوطة لسنين طويلة في ناس عن جد بتصير بتقول شو كان بدي بها الشغل كنت مرتاح ومريح راسي أو كنت مرتاحة شو خطر لي فوت أعمل تشافي وأطلب جلسة ريكي أو روحة عهيدا الوركشوب أو ورشة العمل أو أحضر هيدا الفيديو على يوتيوب أو اسمع هيدا البودكاست أوكي وعقولنا إشياء بس فجأة منصير خايفين نحنا شو هتز جواتنا بيكون في شيء تسمانتو بي بيكون هلا وقتو يصير بس بعد ما فيه جهوزية كاملة بيكون عم بيحضرنا وهيدا الشيء بيتطلب وعي وصبر ونفس طويل ومرافقة من مختص عن جد قادر يستعدنا بضمير كتير بطريقة كتير أثيكل بطريقة حقيقية نحنا ما فينا نقول للعالم يلا يهف تو هيل ولازم تتشافه ولازم تعمله لاتين جو هلا لاتين جو ما بيصير بلحظة ولا بنهار ولا بأسبوع ما تخلوا حدا يضحك عليكن فيه جلوس مع الجرح مع الألم مع الوجع فيه قبول فيه سماح للمشاعر تكون عم تطلع ليبلش يصير فيه ريليس وبعدنا بيصير اللاتين جو أو التحرر الناس ما فينا نكون عم نقل عم ندفع لازم تروحوا تتشافه لازم تروحوا تعملوا هاي الجلسة لازم تسمعوا هيدا الشيء مثل ما عطول بقول فيه ناس أوقات مننا جاهزة وما فينا نحن كأشخاص نشتغل بمجال التشافه نفرض على العالم هيدا الشيء ونتركهم يتخبطوا بأوجاعهم وبألامهم اللي راح تطلع على الواجهة لأنه هيدا الشيء فيكون عم بخربة كل السيستم عندهم هالدفاع اللي خالقينه حوليهم بيكون عم بيهتز فمن هك لازم يكون فيه مرافقة مختصة وكمان خلال هالمرافقة المختصة كمان نعطيهم وعارفين أنه هن إذا عايزوا أياشين إحنا موجودين لأنه وقت من عم الجلسة اللي عم بتصير شو طلعت معها إن كانت استشارة أو كانت جلسة علاج بالطاقة أو جلسة عند معالج نفسي أو حتى جلسات العلاج الفيزيائي كل هؤل قصص اللي بتصير بتحرك بتطلع قصص جواتنا أو قددنا ناخد مساحة اللي عم بيكونوا كتير اكتار وكتير اتقال ومش قادرين طلع عليهم ومن خاف وعم بيطلعوا لنا إنسيكوريتيز وإنعدام أمان جاي من الطفول كتير كبير بوقت الطفول إن إحنا أساسا دفنا وخفنا منه فكل هؤل كأنه صاروا هيك نحنا بنص العاصفة فالناس اللي بتبعد أوقات فينا نعطيها هالمساحة بس نطمنا أنه نحنا موجودين لما تكون عم تمرق بهالأزمة التشافي لحالة أو تروح لمحلات تقزي حالة أو يصير فيه انتكاسة معينة أو من سميها من هك كمان حتى بين بعضنا نحنا كبشر أو كعيل أو كأصحاب أو كأفراد من عيلة وحدة وقتا منعمل منخلق مساحة آمنة للناس الموجوعة نتيجة وفاة نتيجة جرح نتيجة أي شي عم بيمروا فيه أوقات هالترابط أو هالترابط اللي بحاجة نحنا إليه كبشر كتير منعتمد ومنحتاج هالدعم وهالسابورت وهالتكاتف حد بعضنا هيدا الشي كتير بيقوينا من الداخل ولو نحنا مش جاهزين نحكي أوقات حتى إذا قعدنا مع الناس بس اسمعنا لهم حتى لو قعدنا صامتين حدهم حتى لو عطيناهم غمرة حتى لو ابتسامة حتى لو عملنا لهم كباية شايدة كباية عصير أي شي طبخنا لهم طبخة وقدمنا لهم إياها وقلنا لهم نحنا موجودين إن كنا حدهم بنفس الغرفة أو بغرفة تانية أو نحنا على السمع هيدا الشي كافير إنه يكون عم بيساعد لحد ما يكونوا جاهزين يحكوا ويطلعوا الإشياء لبرة أوقات الأجوبة ما بتساعدهم بس يكونوا عم بيمروا بشي كتير كبير حتى نحنا أي حدا مننا عم بيمروا بشي كتير كبير الشخص اللي بيعطينا الجواب ما ما تكون بدنا هيدا الجواب أوقات ما يكونوا عم ننبش أو عم نفتش على أجوبة أعمى أوقات بدنا بس هيك شي طبطب لنا وأوقات ما بدنا نسمع فكمان هيدا الشي جزء طبيعي من كل شي نحنا من مر فيه كبشر وأوقات قوة الخضة بحد زيتها بتخلق ندم بتخلق نفور وابتعاد عن الكل لأنه بمواجهة المجهول بمواجهة كل شي خبيني مثل كأنه في عنا خزانة بالبيت أو تدخيطة أو غرفة أو غاراج حاطين فيه كل شي فيه كركيب كل الغراد اللي ما إلي عازي أو كل فترة منحس عم نعمل دي كلاتر منشيل ومنحط به هالغرفة أو شيش ترق نامة عزنة كله منرمي به هيد الغرفة أو بهالمكان وفاجأة منتذكر هوني كنهار إنه في غراد بدنا نجيبه منفتح الغزانة بتوقع علينا الغزانة أو منلاقي كل الغراد كأنه نحنا بيه هيك نص فوضى ومش عارفين شو بدنا نعمل منحس حالنا تائهين أو ضيعين بكل هاي الغراد ومنصير بدنا نفوت ننبش من وين بدي شيل هالغراد عني لفوت لقي الغراد اللي بدي إياه وأوقات مننسى نحنا شفتنا نجيب أصلا وأوقات منحس إنه خلاص منظهر من هالمكان ما بقى بدي إياه له هيدا الغراد نرجع منسكر لخزانة وخلي هالكراكيب كله هيقع فوق بعضها نفس الشي نحنا من جوه أوقات منفوت على جرح وبيطلع معه كل هيدا الإشياء أو بدنا نقعد معه كل واحدة شوي شوي ونبلسم هيدا الألم أو بدنا نهرب منه وبدو يرجع يطلع هيدا الألم شوي شوي فينا نكون عم نختار من دوم نحط براشر على حالنا وضغط لازم هلأ نرتبها لكل هاي الخزانة وهلأ نعمل ديكلاتر وهلأ توفجرات اوت نفهم هيدا وين محلة وهي محلة ما فينا وقتا نكون نحنا بيخضى هالقدة كبيرة ما فينا توفجرات اوت كله هلأ بنلاقي حلول نفهم كل شي شو صار معنا وهي لازم حطة هون وهي لازم حطة هون ما بنقدر بدنا نكون وصلين عن جدلة مرحلة كتير في وعي وتقدم بنصير ممكن بعد فترة نقدر نعمل هيدا الشي بس أول مرة نحنا عم نخد هيدا التجربة ومشاعر كلها جديدة كل شي في يكون جديد علينا فشوي شوي نحنا بدنا نكون عم نختار نكون هيك ناخد نفس طويل ونقول كل يوم رح أقعد شوي شوي مع هاي الغراض وشوف كيف بدي أزبطون كيف برتبون هيدا شو بتعنيلي هيدا شو تركة عندي ذكريات هيدا كيف شو صار لأنا حطيتها هون مثل هي هيك مشاعرنا أنا شو صار لحطيت هيدا الغضب عجنب شو صار لحطيت هيدا الحزن هيك من يكون نحنا عم نعطي وقت للتشافي وأوقات في ناس من بعد ما يسكروا هيدا الغرفة بعد سنة أو بعد ستة شهر أو بعد أسبوع بيقرروا خليني أرجع من هيك جهوزية كل حدا بتختلف في ناس بتقول أنا ما في هلأ شفت لخزين بكركبة هلأ بدي كلها زبطة كمان ما فينا نكون عم نقارن حالنا بأي حدا تاني ولا بواتيرت حدا تاني لأنه بالقلم ما في مجال للمقارنة وبالدخول على ذاتنا ما في مجال للمقارنة شو ما كانت المرحلة اللي أنتو فيها هلأ شو ما كنتو عم بتواجهوا مش قادرين أو وقفتوا بالنص أو ما بتكون مسموح لقالكن تكونوا عم تاخدوا وقتكن ما حدا بيحقلوا يكون عم بيحكم عليكن في ناس بتاخد جلسة مثلا عندي أو عن غيري ما بترجع في ناس بيطلع كتير جروحات لبره وصدمات وخوف وبتوقف في ناس بترجع لعندي أو بترجع بتكفي الجلسات بس تجهز في ناس بتندم وبترجع اللي بتقول ليه وقفت وفي ناس بتقرر تخوض دغري وتكون عم بتكفي على الفور على الفور بمعنى أنه تكون عم ملتزمة بالجلسات ورا بعض على وقتن وعلى خيارن وللكل بخلق مساحة آمنة وما بيخده أبدا شخصية أنه فلان وقف أو فلاني وقفيت أو ما بدون يكفو جلسات التشافي من الأول اللي بكون فيه اتفاقيوات حق أنه فيه خيار حر لكل شخص إن كان بديو يلغي بديو يأجل بديو يكف أو ما بديو يكف لأنه بعرف أنه فيه جهوزية لكل حدا بعرف فيه شيء اسمه مقاومة بعرف فيه شيء اسمه وقت بدنا نعطيه وإذا عمقنا أو دفشنا الشخص أو حطينا براشر رح ما يكون فيه جهوزية وهذه الجهوزية رح تكون عم بتخلق له انتعب فشغلت أني ابعث حب طب منهم إذا موجودة إذا حبوا يرجعوا ومن هوني كريح أنا كون عم بنفصل عن الشي اللي عم بيصير لأنه بدي احترم القرارة الحر عند الشخص بتاني وهي دي وجبات كل معالج حتى الطبيب حتى المعالج الفيزيائي حتى المعالج النفسي كل هول أشخاص كمان شغلتهم يكونوا عم بيحترموا خصوصية الشخص الآخر وجهوزيته القلم فعلا فيه يكون متعب ومضني جراحة كتير مؤلمة أنا وصغيرة كنت أتخيل بس كنت كون موجوعة أو فيه شي كتير موجانة بجسمي أو من جواتي كنت غمي دعيني أتخيل أنه أسبوع الجا إذا كان عندنا مشوار أو شي بالمدرسة أو بالبيت أو بالعيلة بس رح يكون عم بيصير هيدا الشي رح يكون أنا شفيت أوقات كنت أتخيل أنه بعد شهر من هلأ أنا رح يكون صرت منيحة وقدرة أوقف وإمشي بعد خمسة أيام يعني كنت عطول هكي غمي دعيني واتخيل أنه أوقات قول بكرة متل هالوقت أنا رح يكون منيحة هيدا الشي كان يخليني هكي متل أعمل فيجواليزايشن أو شوف الإشياء لقدام كان يعطيني بمحل مساعد أني يكون عم بفهم أنه فيه قلم بدي حس فيها لا بس رح يخلص هيدا القلم اليوم كل ما أنظر على مكان الحرق بجسمي بفهم عن جد قد كان سيمبوليك وقد كان رمزي ببتسيم بالرغم من كل المرحلة الماضية اللي مرت فيها وبقول شكرا كل ما شوف الشاحن بس بدي ساجل البودكاست صرت ببتسيم كيف صار كل هاي الشي كيف ما شعرت وفعليا أكيد شعرت صار اللي صار وهيدا الشي أكيد صار ليزد لي معرفتي ويزد لي من وعي ومن صبري ومن رقفتي تجاه نفسي لأنه كيف كنت أنا عم بهتم بجرحي مثل كأنه عن جد فيه طفل صغير عنده جرح عنده حرقه عم دويله إياه شوي شوي وبيحب وبرقفي فيه فلسفة كتير حلوة عند بالفلسفة اليونينية فيه نظرية كتير حلوة بتحكي عن الكرونوس وعن الكايروس كرونوس اللي هو الوقت بتقول أنه الكرونوس هو الوقت اللي نحنا منتطلع فيه على الساعة هلأ عنده جلة هلأ عنده طبخ هلأ عنده اكتب إيميل هلأ عنده روح جيب ولاده من المدرسة هلأ عنده اجتماع أي أحدا شو ما عنده بحياته هو الكرونوس الـ time الكرونولوجي الكايروس هو الوقت اللي نحنا منخفف من وطيرة العجلة للوقت اللي منخصص ولنرائب لنتأمل لنتطلع على الأشياء هيدا هو الوقت اللي بيشفي مش الكرونوس اللي بيشفي الكايروس هو اللي بيشفي ففعليا مش الوقت هو اللي بيشفي نحنا الوقت اللي منختار نعطيه لجراحنا نكون عم نفهمه وعم نعطيه وقته وعم نهتم بحالنا هو اللي بيساعدنا نشفى وإرادتنا وصبرنا ووعينا وطلب المساعدة والنفس الطويل والحب اللي منعطيه لذاتنا هوني اللي بيساعدونا نكون عم نشفى بدي أذكر الكل إنه نحنا بهايد المرحلة اللي عم نمر بالمرحلة اللي بتسبق كوكب عطارد بس يعمل ريتروغريد بدينا فيها بسبعة أيبريل الأسبوع الماضي فعليا منفوت بالريتروغريد الأسبوع اللي جاية 21 أيبريل لـ 14 ماي والبوست شادو بيبقى لأول شهر يونيو 1 يونيو أو أول جون كمان في عنا الأسبوع اللي جاية أمر جديد بـ 20 أيبريل وبيكون مرافق بكوصوف للشمس وبيرجع عنا بـ 5 ماي أمر مكتمل مرافق بكوصوف وبهالفترة بين الأمر الجديد والأمر المكتمل منسمية كارميك كوليدور يمكن حكيت عنا بحلقات سابقة أو كارميك جيت بهالفترة جمالا مع الريتروغريد مع كل شي عم بيصير في كتير ألام فيها ترجع تطلع على الواجهة في كتير قصص ما تطلعنا عليها سابقا فيها ترجع تطلع بيصير في محفزات لألة أو تريجر معين مهم بهالفترة نكون نحنا عم نعطي وقت للإشياء عم نخفف سرعة عم ننظر عم نرائب عم نفكر عم نعطي هيكي وقت وحب ما نكون عم نستعجل الإشياء ما نكون عم نستعجل الأجوبة بس نقبل نطلع على الإشياء لأنه أي شي بهالفترة بين الكصوف والخصوف نحنا بيطلع على الواجهة وما منتطلع فيه ومنرجع منكبه بالخزانة جوا رح يرجع يكون عم يتكرر بعد سبت عشر سنة ونص وثمانت عشر سنة ونص بحياتنا فمهم إذا طلع أي شي ومنذ ما تكونوا عم بتحطوا برأسكم ضروري يطلع أي شي لأنه برجع بقول كل حدا وين هو برحلة التشافي أو وين هو بجهوزيته أو شو بده يكون عم يتعلم شو ما يطلع بهالفترة حطوا ضنو طلعوا عليه بحب وعطوا الوقت مش لا يكون عم يشفى لحاله الوقت لأنه عم تعطوا حب لهذا الشي لهالمساحة اللي عم تخلقوها جوا تكون مساحة آمنة ومساحة فيها حب والقصص فيها تكون عم تنفهم شوي شوي وعم تتحلل شوي شوي وعم تتحضروا منه شوي شوي وقتها وقفت سجل البودكاست لفترة بالفترة اللي كنت تعبيني فيها الفريق بحكواتي كان عم بيقولولي خدي كل الوقت اللي أنت بحاجة لأله ولا مرة استعجلوني إنه لأ لازم نسجل ونرجع كل مرة كانوا عم بيقولولي بكل أسبوع خدي كل الوقت اللي أنت بحاجة لأله قدي هايدي الجملة حلوة وعن جد كتا عم بياخد كل الوقت وممتنة لهالجملة وهالتفاهم اللي كان عنده ني قدي هاي الجملة مهمة نقول لكلنا لبعض خدوا كل وقت تكون ما نستعجل حدا بأي شي عم بيقوم فيه بحياته خاصة بس تكون الأمور متعلقة بموضوع جرحاتنا وقلامنا والقصص اللي مواجعتنا جواتنا ناخد كل الوقت اللي بدنا نكون نحنا عم نحب حالنا هيك من نكون نحنا عم نشفي حالنا بالحب وبالوقت اللي بنعطي لحالنا مبني على الحب طاقة حب كبيرة مني للكون طاقة سلام لأي قلم عم بتمروا فيه تذكروا دايما تحبوا حالكم تهتموا بحالكم تكونوا رأفين محالكم تطلبوا مساعدة ولقون الأسبوع الجاية بحلقة جديدة